نحن على مدى العشرة أسابيع الماضية شهدنا تحسنا متواصلا في الوضع الوبائي كويس لكن لازلنا في المعركة أخي محمد لازلنا في المعركة العالم لم ينتهي بعد من معركة كورونا في اليومين الماضيين لاحظنا كما لاحظتم أن هناك ازديادا طفيفا في النسبة الإيجابية الأسبوع الماضي سجلنا نسبة أربعة بالمئة على مدى الأسبوع أمس كانت أربعة فاصلة واحد بالعشرة واليوم نحن خمسة ونص بالمئة طبعا كما قلنا دائما نحن ننتظر أسبوعا أو أسبوعين لكي نقيم الوضع الوبائي لكن أنت ترى أخي محمد الوضع في العالم يعني ليس مريحا وما رأيناه من الأرقام اليوم وبالأمس في الأردن يضعنا في خانة عدم الراحة هناك ازدياد في النسبة المئوية سننتظر لعدة أيام قبل أن نعيد تقييم الوضع الوبائي ولكننا حذرون ونقول للجمهور والمواطنين مرة أخرى وأنا أرى بعض التراخي في تطبيق الاشتراطات الصحية بين المواطنين إيش عن تراخي؟ التراخي سيدي يجب أن يعرف المواطن الأردني أن الوضع في العالم لا زال خطيرا ونحن نرى ما حولنا إغلاقات إغلاق في بعض الدول وقف المطارات وقف السفر و و و و و ونحن نحمد الله أننا وصلنا إلى هذا الوضع في الأردن ونريد أن نستديمه الاستدامة هي هنا وهي هنا بيت القصيد لما نحكي احنا كنا كل مئة فحص يطلع منهم أربعة احنا الآن بخمس ونص تعني أوضح بعض الأمور هنا نحن لدينا تفشي مجتمعي في الأردن وأصبح الوضع يتحسن طيب هناك في العالم بعض المتغيرات التي يجب أن ننتبه لها هناك تطورات جينية أو تحورات جينية كأن نقول مثلا بيروس يوكي المتحورة لبريطاني المتحور بيروس جنوب أفريقيا فيروسات و فيروسات و فيروسات ونحن وصل إلينا هذا الفيروس المتحور في الأردن لدينا رقم يعني الرقم يعني في عنا فوق 300 يعني هذا مثبتات لكن أنا أؤكد أن هناك أكثر من ذلك في المجتمع نحن لا نجري فحص السيكوينس لكل سلالة نقوم بتشخيصها و هذه السلالات يعني متركزة أكثر في منطقة عمان و عمان ساهمت اليوم في رفع هذه النسبة المأوية عمان مدينة عمان ساهمت في رفع هذه النسبة المأوية في الأردن لذلك مرة أخرى و بكل صراحة و بكل وضوح أخي محمد الوضع ليس مريحا كما كان في الأسبوع الماضي الوضع سيحتاج إلى تقييم و أنا أوجه إلى المواطنين و بكل وضوح نريد أن نستمر في الالتزام بالاشتراطات الصحية لما تقول الوضع مش مريح اليوم صار الحكي أشعركم أكثر يح نعم موضوع المدارس موضوع المدارس طب دعني أنهي الجملة الأولى تفضل الكمامة التباعد المجتمعي التباعد الجسدي غسيل اليدين الابتعاد عن التجمعات و نضيف إليها اليوم الأيقونة الرابعة ما أسميه الأيقونة الرابعة وهو التسجيل للوقوحات ترجمة نانسي قنقر